السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعي الكرام حياكم الله اليوم معنا فيديو مهم جدا جدا بخصوص الرسالة طبعا التي وصلت من دائرة الهجرة للكثير من السوريين واللي بموجبها مكتوب تم إلغاء بطاقة الحمال المؤقتة رح نتعرف تفاصيل وحل هاي المشكلة ان شاء الله فبتمنى منك مشاركة الفيديو مشان تعمل فعل الجمع وتسمعني للأخير بسم الله توضيح مهم جدا بخصوص الرسالة الأخيرة التي وصلت اليوم الأربعاء من رئاسة الهجرة في أنقرة إلى معظم السوريين في عموم الولايات التركية ومفادها ما يلي تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثا أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان تعال إلى مديري الإقليمية لإدارة الهجرة أي شعبة الأجانب الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد لا داع للخوف تم توقيف قيد الكملك وسيتم إعادة تفعيله بعد تثبيت عنوان سكنك في مديرية النفوس وتحديثه في دائرة طبعا الهجرة ملاحظة مهمة جدا في حال تطابق العنوان في الرابط شعبة الأجانب وفي الرابط الثاني مديرية النفوس على بوابة الحكومة الإلكترونية طبعا إيدولاد تعتبر الرسالة عامة وروتينية واحترازية وتنبيهية لا أكثر ولا يجب على الشخص اتخاذ أو مراجعة أي من الدوائر الحكومية أما في حال عدم تطابق العنوان في الرابطين فيجب على الشخص لن تثبيت عنوان في مديرية النفوس ثم حجز موعد تحديث بينت فيه شعبة الأجانب بالتحديث عنوانه طبعا هاي مفاد الرسالة طبعا نسا أغلب الأشخاص تقولين احنا كنا في البيت وكان في البوليس يعني شافنا البوليس وسجل أسماءنا وموجودين وللأسف أجدهم هاي الرسالة طبعا غالي لكم هاي رسالة عامة وأغلب الأشخاص اللي مثبتين عنوان نفسهم في الرابطين ما بمشكلة بس انت مشان تتأكدوا طعا الشك باليقين احجز موعد تثبيت نفوس تمام وروح تأكل من هذا أمر تمام انه معلوماتك صحيحة يعني ان فيه أشخاص أجاه البوليس وللأسف تم إيقاف القيد لكم لك طبعا قام صير أخطاء لأنه مبارح أعلم وزير الداخلية انه تم إيقاف أكثر من مئة أو ثلاثين ألف قيد بسبب عدم تثبيت عنوان السكن بسبب مخالفات لذلك انت حتى لو كنت مقيد وجدتك هاي الرسالة أو قيلك وقف احجز موعد تثبيت عنوان السكن ورا خليك الطريقة بكل سهولة إن شاء الله وأيضا حدث معلومات بيانت الكيم لك ايضا احجز موعد تحديث وارتاح من هاي المشكلة مشان تماظل بدوامة يعني هل لازم أروح أو ما أروح خلاص إذا انت ما كنت متأكد أو وجدتك هاي الرسالة خلاص انت احجز موعد تحديث ومعنى خسران شيء كلها مجاني ومنه تتأكد ومنه ترتاح وتقطع الشك باليقين إن شاء الله ورا خليك جميع الروابط كيفية تأكد من قائد الكيم لك إذا كان فعال أو لا تثبيت عنوان السكن حجز موعد تحديث بيانت الكيم لك إلك ولعائلتك بكل سهولة وبشكل مجاني طبعا هاي المعلومات اللي ذكرناها مهمة جدا وبتمنى منكم مشاركة الفيديو بشان تصل لأكبر قدر ممكن من الناس ويستفاد منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته